اي علاقة سواء كانت بين زوج وزوجة ابناء ووالديهم اذا ما كانتش مؤسسة على الحب تكون النتيجة عبارة ان هي علاقة مصلحة كل واحد يحاول ياخد من الشخص الاخر ما يحتاجه ويسد احتياجاته وبعد شوية اذا لم يجد احتياجاته تكون النتيجة معركة شديدة ويكون تفكك لهذه العلاقة لانها علاقة ايمة على المصلحة وليست على الحب بالحب تستقيم الالاقات فاذا طبعا بها الحالة منستنتج ان المفتاح الرئيسي للشخصي الالهي هو الحب تمام تمام المفتاح الرئيسي للشخصي الالهي بمعنى يعني ايه المفتاح الرئيسي اذا كنت بتحدث عن الله وبتعامل مع الله وبعيش في حياتي وانا عارف ان الله موجود في هذه الحياة لازم أنا أفهم كل الأمور من خلال الحب بمعنى أنا أفهم الله من خلال صفة الحب اللي موجودة في الله صفة الحب هذه هي التي تحكم علاقة الله كلها بالإنسان يقول الكتاب المقدس آية جميلة جدا يقول الله الكلام ده موجود في أفاسس 2 أربعة الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها بمعنى أنه الله أحبنا محبة كثيرة لذلك ظهرت رحمة غنية وعظيمة الرحمة الغنية دي بيتعامل بها معايا الأساس فيها هو الحب الذي هو صفة في الله عشان كده الله من لقيش عنده صفات تتسارع مع بعضها يعني مثلا من لقيش أن الله يقصد أن يذل إنسان وفي نفس الوقت بيحب إنسان تاني من لقيش أن الله يقصد أن يعاقب إنسان أو يجعل إنسان يخطئ فيعاقبه ويوجد عليه الدينونة وفي نفس الوقت صفة المحبة موجودة فالله تتعارض مع هذه الصفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر